اشتركوا في القناة 12 لسنة 1986 بانشاء وتنظيم جامعة البحرين حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون وتم اخذ الرأي النهائي عليه في ذات الجلسة كما بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بخصوص مشروع بقانون بالموافقة على نظام قانون بتعديل بعض احكام نظام براءة الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم رقم 58 لسنة 2021 وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون لاتجه المجلس نحو مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري المرافق للمرسوم رقم 24 لسنة 2020 حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون كما وفق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمتضمن توصيتها بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم 31 لسنة 2018 هذا المرسوم يؤكد اهتمام المجلس بمتابعة كل التشريعات الموجودة ودخال أي تعديلات لكي تتناسب مع ما يشهده العالم في المجال التعليمي والتدريبي من تطور على كافة الأحصادة فكما هو معلوم بأن المجلس اتخذ الكثير من المبادرات والذي كان برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اتخذ خطوات مهمة من عام 2005 إلى اليوم وقدر تابع المجلس كل ما يشهده العالم من تطور على هذا الصعيد فتم إنشاء كلية البحرين للمعلمين وكلية البولي تكنيك وهي جودة التعليم والتدريب وكذلك تحسين الزمن المدرسي وغيرها من الخطوات التي تشمل التعليم في كافة مراحله أن هذا المرسوم بقانون سوف يساهم في عملية تطوير البنية التعليمية في التعليم العالي وخاصة في جامعة البحرين باعتبار أن جامعة البحرين تضم الآن حاليا في حدود 30 ألف طالب وطالبة يعني أكبر عدد كبير جدا موجود متواجد في هذه الجامعة هذه الجامعة الآن من خلالها التشريعات الجديدة التي صدرت مؤخرة التعليم العالي سوف تساهم في استراتيجية البحرين 2030 من حيث تطوير المناهج الدراسية المقررة في الجامعات من أجل تخريج مجموعة من قوى عاملة تستطيع أن تغطي الكثير من الأعمال في السوق يهدف مشروع القانون اللي اليوم نقشها مجلس الشورى بنسبة إلى تعديل مادة في قانون سجل تجاري يهدف إلى تسهيل أمور القيد والتأشير بنسبة إلى الشركات المساهمة القابضة والتي تكون طبعا برأس مال لا يقل عن 250 أف دينار والتي يبلغ عددها اليوم عندنا فيه سجلات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حوالي 510 شركات هذا التعديل سوف يؤدي إلى نوع من التسهيل على إجراءات التعديلات الموجودة بالنسبة إلى بعض الشركات بحيث تكون عن طريق شركة بحرية المقاصة وليس على الحسب الآلية السابقة التي تكون عن طريق وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر